يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من مليون ومائة وخمسة وثمانين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة واثنين وخمسين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من خمسمائة وثلاثة عشر ألف شخص